السؤال الثاني بيقول زوجي يطلقني مرتين شافه ونطق لفظ الطلاق دون شهود يقع ولا لأ والله ما عرف يعني ايه والله ما عرف احنا عندنا اي طلاق وساعات الستاتات ما تفهمنا غلط ان احنا عندنا تحيز ضد الستات في مسألة ابدا والله احنا عندنا الطلاق ده لفظ واللفظ ده اللي بيسنوره الزوج وفول ذلك اللي حاصل بمسألة بسيطة خالص فلذلك لازم نتحقق من الزوج وذلك اللي يحصل فيما يتعلق بالتوثيق هيبقى مهم جدا جدا في مسألة التحقق في مسألة الزوج فلذلك احنا في مسألة الطلاق بنعمل ايه ببساطة خالص خالص الزوج لابد ان نتحقق مما قاله ليه نتحقق مما قاله لان لو ما تحققناش مما قاله هيبقى فيه شخص صدر منه الفعل وبنسأل حد تاني او حد تاني بيكلمنا عن الفعل ده فالطريقة الصحيحة والاسلوب الصحيح ان زوجك يتفضل عشان نتحقق منه عشان نقدر نجاوبه لكن اي اي شيء بدون التحقق من مسألة التطليق ده مش هيكون فيه اي سبيل ان احنا نحكم عليه واقع الطلاق او ما وقعش فيه بقى حضرتك لابد يكون زوج حضرتك موجود عشان نتحقق منه فييجي اما يتصل على 107 او يتصل عشان نتحقق منه ان شاء الله